يا مساء الخير وياهلا وسهلا مع حضراتكم مرة تانية الحقيقة يمكن اللي بنتكلم عليه ده جزء من اسلوب وتخطيط ورؤية بعيدة المدى خلينا نحط بنقصين كده كلمة استراتيجية النادي الاهلي في التعامل مع ملف التحضير والتجهيز لمواسم قادمة بالنسبة فيما يتعلق بفريق كرة القدم أنا بكلم حضراتكم على ملف الإعراض الملف في الإفاقات كتير جدا ممكن يبقى بمثابة صداع شوية لكن النهاردة عرض مع حضراتكم الحقيقة يمكن الموسم ده نموزاجي بكل ما تحمله الكلمة من المعاني ويحمل برضو عدة مكاسب مشتركة بيحققها النادي الاهلي وبيحققها اللعيبة المعارقة وبيحققها كمان أو بيستفيد منها الأندية اللي بيعار لها نجوم النادي الاهلي الموسم ده نقدر نقول ان احنا عندنا فرقة كاملة فرقة كاملة 11 اساسي بالدكرة الاحتياطي كمان معارين في أندية مختلفة في منهم الحقيقة بعض اللعيبة اللي تقلقت بشكل لافت للنظر وزي ما قلت الحضراتكم الاهلي بيحقق استفادة على محورين أساسين محور أساسي محور فني لأنه اللعيبة دي لو قاعدت ممكن بشكل كبير ما تاخدش نفس الفرصة ما تاخدش نفس المساحة اللي واخدها مع الأندية دي ما تشاركش بشكل أساسي بقاش رجلها في الملعب بمعنى أصحه وبالتالي مستوها ما يتطورش واللعب في الحالة دي هيتضرر والنادي كمان مش هستفيد من إمكانياته لكن وجوده في الأندية دي بيخدم فكرة أنه اللعب يبقى عنده القدرة والمساحة أنه يطور من مستوها فيه كمان فايدة مادية الأهلي بيستفيد مادية بشكل كبير جدا من اللعبة المعارين من صفوفه بالإضافة طبعا لواحدة من النقاط الهمة جدا واللي بتأثر بشكل كبير حتى في حسم الصفقات مستقبلا فكرة العلاقات الطيبة اللي بتجمع نادي الأهلي بالأندية الأخرى اللي في أوقات كتير جدا بتحتاج لمخزون النادي الأهلي من المؤهب هنتكلم على موسم يمكن يكون أكتر من رائع على أكتر من اسم كتير من الجماهين نادي أهلي يمكن ما بتكونش بتتباحهم أو بتشوفهم لكن الحقيقة مقدمين مستوى أكتر من رائع مع الأندية اللي بيشاركوا معنا بشرفنا الدكتور أحمد سابت محل أداء رقمي اللي هيكلمنا أكتر على أرقام الأولاد دول مشاركتهم مع عنديتهم عاملين إيه الموسم ده ومين منهم من وجهة نظره الأقرب للعودة للصفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل مسأخير دكتور أحمد أهلا وسهلا محضرتك هيا إحنا ما فكرنا في الفكرة دي أنا عن نفسي بتابع كتير من اللعبة النادي الأهلي ولقيت يعني أنا كنت فرحان جدا وانا بشوف كتير منهم الحقيقة متقلقين ويمكن يكونوا الأسماء الأبرز والأهم والأنجح والأكثر تأثيرا في فرقهم في الدوري السنين طبعا يا فكرة يعني فكرة محترمة جدا طبعا ودايما بقول إن الفرق ما بين النادي الأهلي وأي نادي في مصر هي الإدارة سر نجاح النادي الأهلي في إدارته بالكامل بقى بلجنة التخطيط بكله يعني الفرق في أن إنت إزاي يعني فعلا هو نادي أوروبي مش بنقول كلام كده وخلاص لكن هو فعلا دي حقيقة يعني ريال مدريد عامل نفس الفكرة ريال مدريد عنده تمانية معارين السنة دي يعني عنده دياس في الميلان عنده رجالون في تنهام عنده تمان لعبين برضو شباب دي دي فكرة أن إنت إزاي كلجنة تخطيط أو إزاي كأدارة النادي الأهلي أن إنت تحط فرقة يبقى عندك فرقة أساسية وفرقة في نفس الوقت شباب طلع في نفس الوقت بحيث أن أنا قادر أوفر مش مش توفير في الفلوس بس لا يعني أنا أنا مثلا إيه المدافع مثلا صغائي زي محمد عبد المنعم زي محمود الجزار الاتنين أساسيين في منتخب الأولومبي الوقت يراحوا لمنتخب الأولومبي مع كابتن شاوي غريب غير أن أنا عندي مثلا ياسر إبراهيم وأيمن أشرف في المنتخب الأول فأنت لما تبص على كل مكان في النادي الأهلي هتلاقي لعب أساسي في المنتخب الأول ولعب أساسي في المنتخب الأولومبي فأنت إزاي بتبني إزاي بتخطط لو حسبناها مركز مركز أول حاجة حراسة المرمى محمد الشناوي مع المنتخب الأول مصطفى شبير في المنتخب الأولومبي نيجي للخط الدفاع ياسر إبراهيم أيمن أشرف مع المنتخب الأول منتخب الأولمبي فيه الجزار، في بكهم، في محمد عبد المنعم. نجي للبكات فيه أيمن أشرف ومحمد هاني في منتخب الأول. نذبوط. يمكن في المنتخب الأولمبي ما فيه شي. يعني إنه لبك يمين ولح حالياً يعني بكش مال. ده برضو بدليل عشان عندك علي معلول محترف. نجي بقى للارتكاز. عندك أكرم توفيق. عندك العربي بدر. عندك عمار حمدي دول في المنتخب الأولمبي. المنتخب الأول مين؟ حمدي فتحي وعمل السلاية. نيجي لمركز صناعة اللعب عندك محمد مجدي أفشا في المنتخب الأول عندك أحمد عبدالقادر المتقلق السنة دي مع اسموها أننا لما بنقول معار هو على قوة النادي الأهلي أنت بتديله دقايق زي أحمد عبدالقادر وشطارة الإدارة كمان في إيه أنه واحد زي أحمد عبدالقادر ده كان مشى فترة من الفترات من حوالي سنتين ثلاثة إدارة الأهلي رجعته السنة دي فدي شطارة أني أنت إزاي تشوف أن اللعب ده موهوب وأرجعه وأشوف المشكلة اللي كان بيعاني منها إيه أو أنه كان مثلا حاسس بعدم التأدير في فترة من الفترات فمشى أرجعه وأكسبه وبعدين أوديه أعارة مع أمدرب برضو وخلي بقى الحدق لازم اللاعب الصغير لما يجي يختار يختار الفرقة الصح اللي يروحها الفرقة اللي تناسب إمكانياته اللي تظهر قدراته والمدرب اللي يظهر معاه بشكل كويس في لعيبة خرجت أعارة وما ظهرتش ليه؟ عشان اخترت غلط في لعيبة تانية ظهرت بشكل كويس جدا عشان اختارت صح زي مين؟ زي أحمد عبدالقادر ده كان بالنسبة لنا مفاجأة بالنسبة لي على المستوى الشخصي اللي قدامنا على الشاشة ده أحمد عبدالقادر للي عايز يتابع الولد ده مستقبل يا ما شاء الله ما شاء الله مستقبل كبير جدا لو خافز على مستوى وقدر يطور من نفسه 99 في تكرر رقم ده 99 في فرقة سموحة أهم حاجة ولد يتمتع بإمكانيات أولا جسمه كويس سريع جدا قدرة وسبحان الله اللعيب اللي بيتمتع بسرعة وعنده قدرة على المراوغة دي عملة بقت ندرة شوية في كورة القدر أحمد من اللعيبة دي عنده السرعة بص الجول ده فيه أربع لعيبة معين وحالس مرمى لعيب جدا قدر يتخلص منهم بيمين ويصلح كورته ويخلص بشماله جول أحمد من اللعيبة العملة الندرة يعني الموهبة الطبيعية اللي تقدر أنها بس طبعا محتاج شغل والشغل ده دكتور أحمد كنت بكلم يعني أحمد لو موجود النهاردة في فرقة الأهلي ماعتقدش كان يخد الفرصة والمساحة اللي يطور بيها من مستوى ويقدم المستوى الرعا اللي بيقدمه السندي مع سموحة هي فكرة الإعارة مش أن أنت لعب قليل لا أنت فكرة الإعارة أن أنت إزاي تلاقي مركة إزاي تلاقي فرصة أنت تجاهز يعني السنة اللي فاتت إحنا عملنا إيه؟ نبص على الجن ده دكتور أحمد كده؟ أه لعيب مهاري لا مستوى في المهارة عنصر المهارة عنده حلو جدا أه لعيب سريع جدا والفينيش بتاعه كويس يعني هو سبت البكين الأتنين قدامه وبص بص خطف بيها الحتة اللي هيحط فيها الكورة بس الصراحة برضو يحسب لكابتن أحمد سامي مدرب بن سموحة أنه هو السنة اللي فاتت تطور لنا ناصر ماهر ناصر ماهر تطور جدا والسنة اللي فاتت في التجربة برضو مميزة جدا في العرى أنت رجعلك أكرم توفيه ناصر ماهر ناصر ماهر ومحمد شريف وأكرم توفيه وناصر ماهر وصلاح محسن وصلاح محسن الأربعة دول السنة دي وأحمد ياسر ريان بس أحمد خرج في نصر الأربعة دول أنت رجعتهم فأنت في كل مركز حتى راس الحربة أنا ما ذكرتش برضو راس الحربة في محمد شريف في المنتخب الأول في أحمد ياسر ريان في صلاح محسن في المنتخب الأولمبي في طهر محمد طهر فبسم الله ما شاء الله أنت عندك كل المراكز ده إزاي تخطط هاتبقى أي نادي تاني في مصر أي نادي تاني تشوف عنده هل عنده الكلام ده مش هتلاقي عنده ده عشان ده سر نجاح النادي الأهلي أنت إزاي بتخطط إزاي بتلاقي في كل مركز في اللاعب الأساسي في المنتخب الأول واللاعب اللي طالع فكرة الإعارة موجودة في كل الدول العالم يعني أنت إزاي في كل أندية العالم إزاي اللاعب لازم يختار النادي صحي يعني أحمد عبدالقادر لما راح سموحها ما عام درب شاطر زي كابتن أحمد سامي عارف إزاي يطوره إزاي يقوّد دور الدفاع نفس اللي عمله السنة اللي فاتت في ناصر ماهر بيعمله السنة دي في أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر يمكن لو اتكلمنا على أرقامه بس أحمد ما كانش مع ناصر ماهر كان معاه في نهاية الدور الثاني من أول ماتش ميسكو بالزبط مباراة الزمالك ناصر ماهر ساعتها عمل اتنين أسسته في المباراة دي واتطور بشكل كبير جدا يعني ناصر ماهر في أرقامه في أول الموسم غير أرقامه مع أحمد سامي مع كابتن أحمد سامي شايف أنه كابتن أحمد سامي كان ليه بص مديرة مع كابتن أحمد سامي هو بصراحة مميز جدا في تطوير اللعبين كابتن أحمد سامي مميز جدا في تطوير اللعبين وبيعف ازاي يطور اللعيبة ده برضو عين ان انت توادي برضو نادي الجونة نادي الجونة لما بنوادي عنده اللعيبة أو بنطلع أعارات بصراحة بيلعبوا بشكل مستمر بيتطوروا معهم بديه فني محترم جدا طبعا كابتن ريدا شحات طيب نستعرض مع بعض طبعا احنا خلينا نقول حداكم احنا نتكلم على فريق كامل يعني بقول على انه عندنا فرقة حداشر اساسي بدكة احتياطي ده حقيقي الاهلي عنده عدد كبير جدا من اللعيبة يعني نقدر نقول فرقة تانية متكاملة بس احنا عشان الوقت مش هنقدر نستعرض كل الارقام لكن هنقدر نركز او نسلط الضوء على اهم التجارب النكحة في يعني من لعيبة المعارض من النادي الاهلي الاندية اخرى بالارقام وبالصور عشان حالكم برضو تشوفوا وتعرفوا امكانية اللعيبة فيه طبعا منهم نجوم ده تشكيل دكتور احمد ده تشكيل فرقة كاملة كله معادة حارس المرمى ممكن محمد عبد المنعم ومحمود الجزار فارس طارق ومحمد شكري الاتنين الارتكاز العربي بدر وعمار حمدي عربي طبعا في الجونة عمار في الاتحاد واحد من انجح اللعيبة احمد عبدالقادر في اسموحة شادي ردوان في البنك الاهلي قدام صالح نصر في ودي دجلة واحمد ياسر راين في سراميكا كلوباترا وفي في الاحتياط احمد علاء واحمد العش في الاسماعيلي زياد طارق في الاسماعيلي محمد فخري في البنك الاهلي اسماعيلي الليسي في البنك الاهلي فانت عندك فرقة معارين بسم الله ما شاء الله اللي معلم فيهم قوي او اللي بارس فعلا فيهم بشكل قوي احمد عبدالقادر واحمد ياسر راين وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم الاربعة دول بيقدموا مسم هايل وبرضو معهم محمود الجزار نستعرض ارقامهم كانت تبتدي بمين يا دكتور احمد عبدالقادر نبتدي باحمد عبدالقادر احمد عبدالقادر كان لعفة النادي الاهلي وخرج فترة احتراف في تشيك وبعد كده مضى مع النادي الاهلي تاني والاهلي عارو لنادي سموح الموسم الحي خدامنا الارقام على الشاشة لعب تسع مباريات مسجل تلت اهداف عنده اسسته واحد صناعة الفرص خمسة التصويب على المرمى تسعة منهم اربعة صح التمريرات نسبة دكتور فيها 78% نبص على رقم المراوغات عنده او 52 مراوغة منهم 35 صح استخلاص الكورة 8 طبعا منهم 6 في ملعب الخصم ده الدور الدفاع اللي بكلام حضائك عليه ايه ازاي بيطع الكورة في ملعب الخصم والضغط العالي بتاع كابتنا احمد سامي اطع التمريرات 15 طيب نبص على الارقام لعي صغير بمناسبة دكتور اه لعي صغير 20 سنة او 21 21 سنة بالزبط اه امكن هو الارقام بتقول ان هو محتاج يتطور في ايه دي دي الحاجة اللي انت اللاعب يشتغل عليها في الفترة دي عشان ترجع النادي الاهلي لازم تشتغل على الكلام ده ايه اولا صناعة الفرص اه عنده رقم مميز فيها 5 بس مش عالي قوي يعني مفروض يبقى انت مثلا بتصنع فرصتين او 3 في الماتش دي دي الرقم اللي محتاج يتطوره المحاولات نسبة الفنش بتاعته عالية كويسة يعني جايب 3 اهداف في 9 مباريات برضو محتاج يزيد ممكن يزيد مع الوقت خلي بالحاجة ان هو لسه لسه بابي ولسه يعني لسه اول مرة يلعب دور الممتاز فدي حاجة برضو محتاج يطورها لكن بصراحة معدل المراغات عنده عالي 35 مراغة نكحة قدامنا على الشاشة اوه اسستات وعنده رؤية بيعجبني فيه النوع اللاعب عنده شخصية بيعرف يقف على كورته صح بيعرف يرقص صاحب قرار موهوب فده لعيب ييجي منه لعيب ييجي منه مع الوقت وكمان واضح الدور الدفاع وبصمة كابتن احمد سامي زي السنة اللي فاتت كان دايما ناصر مهر كان عنده بصراحة مشكلتين ليه تم اعارض ناصر مهر في فترة من الفترات اول حاجة كان ناصر مهر في الموسم ده كان الفينش بتاعه جايب جون واحد بس في الموسم كان لعب مع النادي الاهلي موسم كامل كان جايب جون واحد بس وكان قدرته الدفعه مش قوية طلع اعارة مع كابتن احمد سامي السنة اللي فاتت جايب حوالي 6 او 7 اهداف وكان الاكسر اسست في الدوري فرجع تاني للنادي الاهلي ده سر الاعارة ده الهدف ده واحد من امتع الاهداف السناني ده الهدف ده سموحة مع اسوان ده الماتش الاخير رقص هو تلاتة وخطاه بشماله فده لعيب عنده المهارة وعنده الرؤية وبيلعب بشماله كمان ممكن لعيب يكون بايما بس لا ده بيلعب بشماله كويس وعنده السرعة يعني سرعة التحول بيعمل هو عملية سرعة التحول لا لا نرجع معليش نرجع تاني كده نرجع ثانية قبل الاسيست قبل الباست نشوف احمد متحرك منين وجاي بسرعة ازاي نرجع اللعبة من اولها لو ممكن بعد الجون ده على طول اه اه تمام يعني هو الجون هيجي الوقتي اهو بص 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 السبرينت منين احمد لسه معداش نص الملعب على دايلة النص اهو قطع بسبرينت واخد مكان ولا اجمل طبعا الفيرود هنا قدر يسحب الاتنين قلب يدفع معي وفض دم ساحة ليه وقف على كرته حلوة جدا ثبت الباكين كواس جدا وحطه في البعيدة بص مشاطش خلائق على فكرة السانيتين اللي عمل فيهم هولد دا مش اي لعيب جوه السندوق يقدر يزبر عليهم يعني يزبر على الكرة كده اغلب اللعيبة بتخاف وتبعيزها تخلص بسرعة لكن انا بتهالي السندة اللي سندها دي الوقفة دي والبصة دي بتقول انه جوه السندوق لعيب خطير جدا الحقيقة عنده مقاومات مبشرة جدا اخذ السقة اخذ السقة لما جاب الهدف الاول بعد ما رقص تلاتة الهدف التاني دا بيبين السقة ازاي اولا هو عملية سرعة التحول من الدفاع للهجوم ازاي نقال فرقيته في تلات ثواني الحاجة التانية ازاي يوقف على الكرة بشكل كويس جدا وازاي بص وازاي حطى السندة والحطة دي يعني فعلا ايه حاجة كده من المهارات الموهوبين اتوقع ان يكون مع الاهلي سيزن اللي جاي ولا لسه عليه شوية ممكن ياخد موسم كمان ممكن ياخد موسم كمان اعتقد كده ممكن يطلع عارة كمان ويرجع بعد كده طيب زي ناصر ماهر نفس فكرة ناصر ماهر اخد حوالي عام موسمين وبعد كده رجع طيب من الاسماء المرشحة والاسماء انا كتير جدا انه السيزن اللي جاي موجودين مع الاهلي عمار واحمد ياسر ريائي احمد الحقيقة كان متقلق مع الجونة كان ليه تجربة عارة اولى مع الجونة وطيب خلينا نشوف برضو يمكن من الحاجات اللي كنا مجهزين على حضراتكم عشان ناديكم فكرة اكتر عن اللاعبة كان جون لحمد عبدالقادر برضو في المقاولين هنشوفه نتابعه مع حضراتكم يعني احنا حاولنا اللهم مجموعة اهداف او استلام بمروغة من زاوية صعبة جدا ده دي كبرى الفروقة ده دي كبرى الفروقة على السابتة وهو بحطة في البعيدة لده لعيب مهاري وعنده شخصية وعنده مهارة والفينيش بتاعه خواس جدا فده ماكسب كبير جدا للناد يعني ماكسب كبير اوي ممكن على فكرة برضو لو جاب اهداف اكتر او اتطور بشكل اكبر تلاقي ما وجود السنة جاي على حسب برضو الدور التاني مناصر مهر كان الدور الاول السنة اللي فاتت ما كانش ارقامه عالية لما عيلت رح رجع فده برضو على حسب الدور التاني بص الترقيسة والكبري والحطة في البعيدة لقى لعيب مهاري جدا لعيب مهاري جدا ولسه صغير والى جانب المهارة فيه شخصية دكتور احمد اه طبعا يعني اللعيب اللي بيفكر ويتحرك بالشكل ده يعني فيه واضح انه اه الكبري ده شخصية اه شخصية ان شاء الله بإذن الله يكون سيزن نجح بالنسبة لواحد من مواهب الوعيدة اللي اتمنى ان شاء الله انها تكون موجودة مع نادي الاهلي قرأي طيب احمد ياسر زي ما كنت بتكلم مع حضرتك كان ليه تجربة نكحة جدا في فترة اعارة أولى كان ننضم فيها للجونة والسنة دي كمان حتى بمجرد اعارته للسلاميكا كليوبيترا اكد على انه واحد من اهم وابرز المهاجمين الوعدين في مصر في الفترة القادمة مش بس نادي الاهلي يمتالي كان منتخب مصر طبعا وفيه برضو ممكن الناس تقول هو احمد ياسر رايان مشى او ممكن ده هو جيت نظر برضو تحترم بس في نفس الوقت انت لو كان احمد ياسر قعد ما كانش حيلعب كان فيه محمد شريف وفيه ولتر بوالية وفيه مروان محسن وفيه جونيور اجايب يلعب مهاجم فما تحسبها كده تبص ما هو كانش حيلعب يا جماعة يعني لو كان ما كانش طلع اعارة ما كانش ظهر برضو بالشكل ده احيانا بتبقى الاعارة مطلوبة لللاعب وبعدين احمد ياسر رايان برضو عنده رقم مميز قوي الاكسبيكت جول بتاعه الاهداف المتوقعة ليه مع سيراميكا ستة جاب منهم ستة يعني الفينش بسم الله ما شاء الله 100% تمام يعني هو لعب 11 مباراة سجل 6 اهداف من الستة الاكسبيكت جول بتوعه الصنع كم فرصة 13 فرصة لزميله عمل كم محاولة على المرمى 32 محاولة في 11 مرش الارقام دول بنكلم على مدار الموسمين اللي كان فيه معارق يعني على مدار تجربته لا لا مدار الموسم ده بس الموسم ده بس 13 أسست 13 فرصة مش أسست 13 فرصة على المرمى اه اوكي تمام المحاولات 32 محاولة في 11 ماتش يعني معدل المحاولات في الماتش الواحد بيوصل للجون 3 محاولات ده رقم كواس جدا في الماتش بيروح 3 محاولات نسبة المحاولات الصحيحة 15 من 32 نسبة دك التمريرات 71% المهاجم ما بتاخدش منه تمريرات كتير قوي صح دايما يعني الالتحامات الهوائية ده الرقم اللي محتاج أحمد ياسر ريان يشتغل عليه رغم ان هو مميز بدربات الرأس لكن الالتحامات دي مروان محسن أكتر مهاجم في النادي الأهلي وفي مصر مميز بالحتة طبعا بعد مصطفى محمد مميز بحتة الالتحامات الهوائية اللي هو إزاي بقدر أحضر وكسب الالتحام الهوائي وطلع زميلي عليه ده الحتة اللي تنكس أحمد ياسر ريان لأنه كسب 18 الالتحام هوائي بس ويمكنك توضع قوي في مطش الإسماعيلي وحتى الأسيس اللي عمله اللي صلاح محسن في الجونة التانية كان برضو نفس الفكرة يتمركز بشكل كويش جدا ويزبق المدافع ويخلص مروان طبعا واحد من أحسن مهاجمين في الحتة دي حتى في التحركات في المطش الإسماعيلي لو جبنا الجونة التانية بتاع الإسماعيلي ده طبعا أحمد ياسر ريان مع سيراميكا واحد من مهاجم هداف ميزة ده أحمد ياسر ريان إنه هداف وبيلعب بروح كتال بيقاتل على كل كورة وطبعا مميز هو بحطة ضربات الرأس طبعا لما بيجيله العرضيات أو جوه البوكس مهاجم كويس وأعتقد أنه برضو مكسب كبير للنادي الأهلي وينضم المنتخب مصر الأول كابتن حسام البدري أخده في المباراة كينيا المجبلة اللي أحمد ياسر ريان موجود في القايمة فدي برضو حاجة تحسب للنادي إن أنت عندك محمد شريف في المنتخب الأول عندك وولتر بوليا في منتخب الكنغو عندك أحمد ياسر ريان في منتخب مصر الأول وعندك طاهر محمد طاهر في المنتخب الأولمبي فأنت عندك كل المهاجمين دوليين فدي دي مكسب كبير للنادي الأهلي كل اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها دي أعتقد أن اللعيبة دي جاية واللعيبة دي أنت بتتكلم على مستقبل النادي الحاجات دي كل اللعيبة دي مستقبلة نجاحهم بالمناسبة دكتور رحمة كمان أنا بتهيدي يعني تقلق العناصر دي مع فرقهم في تجربة الأعرة مفيد للعيبة اللي في نفس مركزهم في الفرق ستيم حاليا في نادي الأهل لأنه ده بالنسبة له عنصر ضغط صح يعني تقلق اللعب ده أو صاحب المركز نفس المركز ده يخلي اللعيب اللي موجود في الفرق النهاردة يخاف على مركزه زي محمد مجدي أفشا مثلا أحيانا في فترة من الفترات الفضل اللي فاتت وكل صراحة كان وليد سليمان مصاب كان ناصر مهر مصاب فكان هو اللي بيلعب بس لما حسر ما بيحس دايما اللاعب إن في حد حياخد مركزه أو في حد بينفسه بتلاقي بيطلع كل اللي عنده كل اللي عنده فدي بتفرق كتير عظيم عمار واحد من اللعيبة برضو اللي لفض الأنظار بقوة والحقيقة مش بس السيزن ده يعني يمكن على مدار أكتر من تجربة أعرة كان عمار صاحب مستوى متميز ستايل كده أنا بشوفه يمكن يكون أعرب لبركات شوية يعني بحسه نفس التكوين نفس طريقة اللعب وعنده ثبات في المستوى ما شاء الله نتمنى أنه يحافظ عليه بصراحة عمار ممكن يكون في خلال سنتين أو ثلاثة واحد من أفضل اللاعبين في مصر وسهو مظلوم شوية في الفترة الأخيرة مع الاتحاد مع كابتل حسام حسين هو بيلعبه باكي مين بصراحة يعني عمار حمد يلعب قدام أكتر يزيد عمار عايز يجيب الكرة من تحت بتقل 90% من خطورته صراحة يعني لكن هو لعيب سريع يلعب جناح يلعب صنع ألعاب لعيب كواس جدا يعني لعيب كواس جدا وسريع ومهاري وسريع ومهاري وشخصية لعيب عنده شخصية وبعدين لا شخصية ده أنا شفت له جون في فيرامدز زي ممكن في آه ده من الواحد من أول الأولي واحد من أجمل أهداف اللي تحطط اللي كانت من رمي التماس ورقص وحطها في البعيدة في شريفك رامي هو رقص مصر كلها فيها هو عشان كده بقول لحضرتك مظلوم ان هو يلعب باكي مين ما تلعبش واحد زي عمار حمدي ده حتى لو ما عندكش ده انت تتحط مدافع باكي مين وما تتحطش عمار حمدي باكي مين عمار حمدي ده لعيب مهاري جدا ولعيب عنده الرؤية وعنده الشخصية وعنده الفنيش بتاعه كويس جدا وهم على المنتخب كمان بيلعب يعني في مركز هجومي دايما بيلعب صنع على العام أو بيلعب ارتكاس تاني في المنتخب هو برضو عنده عجز ممكن في المكان دوت او في بعض الاحيان برضو عمار حمدي بيلعب باكي رايد بس او ده الجون اللي معانا ده اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه اه ده جون تاكريميز اه اه اللي هو الترئيسة وحطها ده واحد من امتع الاهداف السنائد لعمار حمدي فانا بشوف بصراحة ان عمار حمدي لا مظلوم ممكن نسعرض اخامو مع حضرتك السيزن ده لعب خمستاشر مع الاتحاد السكنداري مع تحت قيد الكابتن حسام حسن لعب خمستاشر مباراة سجل هدف عنده اتنين أسست صنع تسع فرص رقم كويس المحاولات على المارمى ستة منهم تلاتة صح خمسين في المية ده بقول لحد دقة المحاولات عنده عالية دقة التمريرات تسعة وسبعين في المية بص على ارقام المراوغات قد ايه خمسة وخمسين مراوغة منهم اربعة وثلاثين مراوغة نكحة طب احمد عبدالقادر كان عنده ايه لو قررنا ارقام عمار حمدي بأحمد عبدالقادر في المراوغات اللي اتنين حريفة قوي يعني احمد عبدالقادر كان عنده اتنين وخمسين مراوغة منهم خمسة وثلاثين صح عمار حمدي عنده خمسة وخمسين منهم اربعة وثلاثين صح تقريبا نفس نفس الرينش متساويين تقريبا التمريرات البينية لعمار حمدي تسعة منهم سبعة صح اذا عمار حمدي ارقامه بتقول انه لا لعبه قدام حسن بحرقه لما بلعبه باك يمين بصراحة لكن هو لما بلعب قدام وبلعب قصانع العاب وبلعب جناح او بلعب حتى ارتكاز مساند افضل بكتير لما بلعب باك يمين نقطة مهمة برضو انه كل اللعيبة المعارب اغلب اللعيبة المعارب من نادي الاهلي معدل العمار بتاعتها صغيرة يعني كلهم قدامهم ان شاء الله مستقبل كبير في الملاعب طبعا وده زي ما قلت حبابك انت لو حط بصيت على المنتخب الاول بصوا على قائمة المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي هتلاقي كلها هنا في عشرة هنا في تسعة وهنا في عشرة الاهلي في تسعتاشر لاعب ده الهدف ده معلش دكتور احمد على اعطى كلامك ده جول بيرمت صبعا اه ده جول جي جول هده كان هدف الفوز على ما اتذكر يعني صح اه كسب اتنين واحد في الماتش ده في الديال اكيرة اه ده نتيجة واحد واحد اه ده كان جول التعادل من اربع لعيبة ده من احرف اللعيبة ده ازاي لعبوا بك رايت احط من اربع لعيبة وحتى كورة يعني ده السؤال كابتن حسام حسن طبعا واحد من افضل المدربين في مصر بس يعني ازاي لعبوا بك رايت يعني ازاي يعني عمار حمدي لعيب مهاري اوي وبص الشخصية وبيعارد من لعيبة زي دي ده نستغله قدام لعبوا صنع العاب لعبوا جناح لعبوا ارتكاس تاني بص اللي انا بيفكرني جدا باستايله وجريته وجورئته انك تخش في وسط اربعة لعيبة بالكورة دي ده قرار مش مش عاي لعيب ياخده يعني فيه لعيب كتير هتوقف في لعيبة التانية هتنتظر المساندة فيه لعيبة تقولك لا انرجحها الورا ورايح دماغي لكنك تخش في وسط اربعة لعيبة وتكمل وتخلص الكورة بجون بشوفه بركات جدا حتى الجون ده ستايل بركات ممكن يكون في خلال سنتين او تلاتة لو اشتغل على نفسه واحد من افضل لعيبة في مصر انا عايز اكلمك في حتى تشتغل على نفسه دي لانه في وقات اللعيبة اللي بتخرج الاعارة بيبقى تطلع داون شوية بالذات لما تبقى تطلع من فرقة تقيلة زي الاهل يعني ممكن تطلع من فرقة عادية في وسط الجدول او يعني فرقة مش مطالبة باحراز بطولة رايح منها اعارة الفرقة تانية يبقى دا بالنسبة لك عادي او ما يقصرش على ناحية المعنوية والنفسية بالنسبة لك لكن لما تطلع من فرقة زي الاهل يتروح اعارة الفرقة تانية بالنسبة لعيبة كتيرة ممكن تبصيلها على انها حتى مش كويسة او تصدر لهم شوية نوع من الاحباط فتخلي ما عندوش القدرة انه يشتغل بجد على نفسه يتور من الناس فيه لعيبة تانية بتاخدها تحدي فيه لعبة تانية تقولك لا انا رايح ده وعارف ان الاهل بيجهزني وان انا راجع تانية اعتقد ان الادارة في الفترة الاخيرة بتبين للعيبة في السنتين الاخر ازاي انا لما بطلعك اعارة ان انت ناوي ترجع او ان انا ناوي رجعك او ان انا بديك فرصة عشان تنجح حصلت الكلام ده مع واحد زي محمد شريف محمد شريف جاء لعب ماتشين كان كويس جدا كان فترة كارتيرون وبرضو في الفترة دي اول ماتشين كان كويس بعد كده قعد بعد كده ما كانش غير موفق فراح اعارة راح امبي مع كابتن المتولان كان منها التانية هاد ده في الدوري رجع وبقى دلوقتي ايه واحد من الاساسيين في النادي الاهلي واساسيين في منتخب مصر فدي شطارة ازاي تطلع لعيبة فكرة اللعيبة المعارة والرؤية عند الادارة بتاعت النادي وانا بقول لها داك لمرة اهو التانية سر نجاح النادي الاهلي في ادارته بتفرق عن اي ادارة في مصر هي الادارة طيب نلوح للعيب البعض عمار الجندي المجهول اللي البعض الناس مش حاسة به واحد من افضل اللاعبين المعارين ومكسب كبير جدا محمد عبد المنعم مدافع سموحة وده اللي الارقام هتبينه برضو مع كابتن احمد سامي حمد عبد المنعم برضو فرصته في اللعب بعد التعاقد مع بدر بنون مع ياسر موجود ياسر ابراهيم موجود ايمن اشرف موجود سعاد سامير موجود رامي ربيعة موجود احمد رمضان بيكهم عندك ست مدفعين فانت فرصتك في اللعب كلعب صغير هتبقى قليلة محمد عبد المنعم مكسب كبير جدا وده بشوف ان هو فيه ممكن رامي ربيعة جاي ان شاء الله يعني نبص على الارقام بقى مع اسموحة عمل ايه ارقامه بتقول لعب اتناشر مباراة نبص على الالتحامات الهوائية مميز جدا في كل الكورة العالية نسبة نجاحه في الالتحامات ده مساك قلب تفاعي اه 72% ايه كسب 46% التحام هوائي من 64% يعني نسبة نجاحه في الالتحامات اكتر من مقربة للتلات اربع تمام فكل الكورة العالية بتاعته ده اول ميزة فيه 75% ل 80% 72% بالزبط 72% قطع التمريرات 99% تمريرة في 12 ماتش يعني بيقطع كم تمريرة في الماتش 8 اوروبا يعني 8 تمريرات رقم هايل استخلاص الكورة 95 مرة في 12 مباراة يعني بمعدل 8 مرات في الماتش الواحد الارتكاب الاخطاء ما بيعملش فولاك كتير مرتكب 6 اخطاء بس في 12 ماتش نيجي برضو هل كورته حلوة ولا لا عشان دي تفرق مع النادي الاهلي التمريرات بتاعته 301 تمريرة صح من 359 يعني نسبة دكتة 84% كورته حلوة بالنسبة المدافع طبعا دي نسبة وحتى التمرير الطولي بتاعه 44% منهم 30% صح فانت بتتكلم في مدافع جاي هو انا شايفه نسخة مصغرة من بدر بنون من بدر بنون وبرضو من رامر وبعا يعني لعيب جاي انا بشوف فيه اللي هو لعيب كويس جدا انت بتحكم على المدافع التحامات هواية قطع تمريرات قد ايه بيتمركز صحة ولا لا بيحضر الكورة دلوقتي يعني صحة ولا لا ليه لانه بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي يعني فيه مدافع هايل مدافع هايل سنه بيتهائل 27 سنة ده اكتر مدافع في الدوري كسب الاتحامات هواية اكتر مدافع في الدوري هو كماتشو مدافع غازل المحلة الزمل بيقولي 30 سنة تقريبا لا 28 انا شايفه قبل ما اتقل 28 28 انا صباح خلاص على مسجد دكتور رحمد 28 ده اكتر مدافع اه اكتر مدافع كسب الاتحامات هواية يعني كسب حوالي انا معايا برضو الرقم كسب كسب رقم كبير يعني المدافع هاية اهو اول واحد كسب 98 الاتحام هواي محمد فتح الله التاني مروان الصحراء من الاسماعيدي 90 التالت عمر جمال 90 فمدافع هايل بس تيجي على كورته على الارض مش هايلة مش عالي فبصراحة المدافع بتحكم عليه بكذا حاجة يعني محمد فتح الله مدافع هايل برضو مكسب مكسب لاي نادي يضمه بس على مستوى التبريلات انه مواليد واحد واحد 1990 يعني تقريبا واحد وثلاثين سنة ماشي واحد وثلاثين سنة اه واحد وثلاثين تمام لكن لكن ده ما يقللش يعني معنا دايما في الكرة اه طبعا مش في ما يقللش اه اه انا سن مجرد رقم انا شفتها في برنامج يعني شفتها في برنامج على الموبايل تقريبا كان مكتوب 28 او 27 فهو حتى لو واحد وثلاثين هو مدافع بصراحة شبيه بواي الجمعة هم ده عملوا دابل شاك عليها على الانترنت دلوقتي واحد وثلاثين واحد وثلاثين سنة ومميز في الالتحامات لكن كرته مش عالية قوي ده دا يمكن عيبه لكن محمد عبد المنعم مميز في الالتحامات مميز في دناء الهجمة وراحل منتخب الولمبي انا هسألك بس على مين اللي انت رأيك الشخصية وجه نظرك الشخصية استحق ان يكون موجود نادي الاهلي في الموسم اللي جاي بس بعد فصل سريع وهنسمع كمان وجهة نظر جماهير النادي الاهلي لتبعتنا في السادسة النهاردة وجوبت على سؤالنا مين هو افضل اللاعبين المعارين من النادي الاهلي اداءا هذا الموسم نروح لفصل ونرجع لحضراتكم بعد الفصل على طول مرة ثانية برحب بحضراتكم في السادسة وبفكركم بسؤال حلقة النهاردة من هو افضل لعب من اللاعبين المعارين من النادي الاهلي اداءا هذا الموسم ويمكن قبل ما استعرض جزء من إجابات حضراتكم فرصة اللي يحب يشارك معنا بتعليق قبل ما نستعرض الإجابات نسأل دكتور أحمد سابت يعني إحنا استعرضنا أبرز التجارب النكحة الحقيقة واللي مقدمها موسم كويس قوي مع أنديتها السنة دي من وجهة نظرك الشخصية وإنت على المستوى يعني بما أنك من مشاجعي النادي لأهل يتحب مين يكون موجود مع فلسطين ويستحق الفرصة دي الموسم اللي جاي بقى شوف أحمد ياسر ريان يعني أنت برضو مركز المهاجم محتاج تدعيم فيه أحمد ياسر ريان ممكن للسنة الجاية لو استمر على هذا الأداة خاصة كمان نضم المنتخب الأول هيكون قريب قوي من العودة أحمد عبدالقادر ممكن على حسب لو استمر التقلق ده ممكن يرجع بكل التأكيد يعني خاصة أنت برضو صنعت اللعبة محتاج تزود فيها كذلك عمار حمدي عمار حمدي يلعيب جوكر يعني التلاتة دول أكتر تلاتة ممكن يكون أقرب للعودة طيب خليني أستعرض مع حضرتك ومع كل يتابعونا في السادسة جزء من إجابات أو ردود الناس على السؤال ده والبداية هتكون مع أحمد زيد اللي اتفق معك يا دكتور أحمد برضو يمكن أغلب الإجابات واضح أن كلهم الحقيقة شايفين ومتابعين كويس قوي أحمد ياسر ريان ده أحمد زيد أول تعليق معنا أحمد ياسر ريان عمار حمدي وأحمد عبدالقادر محمد أحمد بيقول عمار حمدي وأحمد ياسر ريان محمد محمود كامل بيقول عمار وأحمد عبدالقادر عندنا كمان أحمد الوينش ريان وعمار عندنا أحمد بغدادي من وجهة نظري عمار حمدي وأحمد ياسر ريان بيلعبه وروح عالية وبيفيده أي فريق بيلعبه معاه وأتمنى عودتهم لأهلي في فترة الاتقالات اللي جاية وبشكر قدرت النادي الأهلي ولجن التخطيط على استرالهم الجيد لكل لعيبة سواء في الفريق أو المعارين لأنهم بيشاركوا في تشكيل أساسي مع فرقهم طبعا رامي أحمد بيقول أيمن أشرف ماشي هنعديها أيمن آدم هنداوي أحمد ياسر ريان وعمار حمدي كريم السيد عمار حمدي وأحمد ياسر محمد فضل ريان وعبدالقادر محمود أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر مش واخد حقه إعلاميا يتهيالي لا يعني الولد لفت نظر النصف في الفترة الأخيرة وعندنا له حقه النهاردة واعتقد خد حقه النهاردة ويستاهل الحقيقة الولد عامل شغل كويس وبيكتهد أي حد بيكتهد ربنا لازم بيديله وبيكرمه في الآخر فيه محمد فرج رشدي مساء الخير صارة وأحمد مش لعب واحد المتقلق في الإعارة عمار حمدي ماشي بخطوات ثابتة مع الاتحاد وأحمد ياسر ريان مع السيراميكا وأحمد عبدالقادر محتاجين نصبر عليه عشان ياخد حقه أحمد يسري اختار أحمد عبدالقادر وعمار أحمد ميشو اختار أحمد ياسر ريان وعمار حمدي حاتم خليل أحمد ياسر ريان وأحمد عبدالقادر أحمد رمضان اختار ريان وأحمد ريان وعمار حمدي يعني فيه اتفاق تقريبا من الجمهور في الأراء واضح أنه الثلاثة العيبة فعلا يعني بلاقوا إعجاب من الجماهير وشايفين أنه يستحقوا ياخدوا فرصة في النادي الأهل وبرضه محمد عبد المنم أو ممكن محمد عبد المنم عشان ما بيجيبش أهداف أو بمدافع فمش يؤخدوا الدوء زيهم نركز معه في فترة الجانية طيب سؤال الأخير لحدتك وازنك شان الوقت يهمني الإجابة تكون مختصرة يعني لكن مقلة ودل زي ما بيقوله الفترة اللي فاتت شوفنا أرقام فلاكية بتدفع في لعيب الكرة القادمة بكام حاجة في سوء الانتقالات المحلي وشوفنا معاناة اقصادية كبيرة جدا بالنسبة للأندية حتى الأندية المقتدرة مدينة أو لميزانياتها بتسمح بأنها تعمل صفقات كبيرة جدا بسبب فيروس كورونا وغياب الجمهور على مدرجات وابي لآخره من وجهة نظرك سياسة الأعارة وتفريخ المواهب الجديدة وعطاها الخبرة الفنية من خلال مشاركة في تجارب إعارات معاندية مختلفة مرضودها ممكن يكون إيه على نادي بحجم النادي الأهلي اللي في أوقات كتير زي دلوقتي بينافس في أكتر من بطولة في نفس التوقيت إجابة سريعة جدا بتوفر عليك كتير جدا السنة دي احنا ما جبناش صفقات كتير وفرت علينا كتير لما رجعنا محمد شريف ومحمد شريف وكذا لعب الأربع لعيبين يعني وأكرم توفيق وصلاح محصن اللعيبة دي كلها لما رجعت ووفرت عليك فلوس أن أنت تشتري لعيبة فده ده ملخص الموضوع أن أنت لما بتعير أنت كده هترجع اتنين ثلاثة وبالكتير هتجيب صفقة واحدة لو اللعيب مثلا أنت ما عندك شو مثلا مثلا باكي مين مثلا عندك عجز شوية في المكان ده فممكن تجيبه بس ساعتها ممكن توفر يعني بتخلي صفقتك في قضية حتى مثلا عندك فارس طارق في مصر المقاصة لو لقيته بشكل كويس وماشي بشكل كويس وتقلق ممكن ترجعه ويبقى خلاص أنت ما جبتش حد بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا شكرا 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 وبالتوفيق لنادي الأهلي وكل التوفيق لمعارن نادي الأهلي بعتقد أن كتير منهم جدير الحقيقة أنه يلبس الفنانة الحمرة في الموسم الجاي وأعتقد أنه ونتمنى طبعا أنهما يحافظوا على نفس المستوى والتقلق مع أنديتهم بشكر حضراتكم على المتابعة نقابل حضراتكم بكرة وحلقة جديدة والسادسة تحياتي لكم